وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني وتوعيتهم الثقافية والصحية ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للتحاق بسوق العمل وذلك في إطار مجالات التدريب المختلفة وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين لارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستعاب الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لارتقاء بالمجتمع المصري وخدمة مواطنيه كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني وخاصة طلاب الدبلوم من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية لتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر